ما لدينا سلاح خفيف صار محرم استخدامهم وممكن يقتنونها شيخ علي اليوم الخلافات السياسية والانقسامات اللي بالفعل ده تغذي هذا الفكر للسلاح المنفلت يعني جنابك ده تقول احنا من جنة صغار هايا كانت موروثة عشائريا لكن اليوم القانون والعرف العشائري المنصطوة ماكو سلاح خفيف يعني قنابل مدافع ده يصر عد العشائر بي كي سي وغيرها صحيح بالفعل موجودة صحيحة احنا ان شاء الله ان شاء الله متجهين ان شاء الله الان بظل الحكومة الجديدة الرشيدة ومبارك عليهم فان شاء الله نضع ان شاء الله ننطي افكارنا وننطي مقترحاتنا على الدولة انه تستخدم القانون حقيقة بقوة وبصرها وموعة الشخص اللي مثلا نوبات شايلة مسدس صوتي يأخذونه يتأخذونه اجراءه اجراءه بحقه وهذا اللي شايله بكيسي يأخذوه لا تحية يقول لأفوته براحتك هنا اكو فرق بالهاي اكو احيانا يعني قبل فترة واحد مسدس صوتي لازمي هم سوينا وموقفه وحاله ومدري وين وتالي يعني هو صوتي اصلا لا يظهر يعني ما ممكن انه فيعني اريد القانون يطبق بشكل قوي وصارم الاسلحة اللي تتقاوم رشاشات ومدافع بكيسي هاي مين جابوها قلت لك استخدامها مو صعب او النيل منعدها مو صعب لان ممكن ان الان جاءت تتعامل هسه هسه احنا بلدنا نتدري نبضل الانفلات اللي صار اسلحة موجودة قاموا يتعاملون بيها يتعاملون بيها كبيع وشراء وهكذا فان شاء الله يعني نقول لاخواننا زعماء القبائل يكدون على هذا الموضوع يكدون هو من يكون القانون قوي تدرين هاي الامور اكيد تضعف امام القانون بس يعني راد تعاون من ابنان ابناء الشعب ابناء العشائر من كل ابناء الشعب العراقي حقيقة يجب عليهم ان يلتزمون بهذه التعليمات بهذه الندوات اللي جايت يعني وجنابكم انتو كاعلامين مشخصين هاي الحالات نعم هاي ضواهر سلبية ضواهر مصححة ضواهر ضرت المجتمع ضواهر خلت الابرياء يفقدون يعني العيش بهذه الحياة جاء المفروف ايذن بيرتكبوا نعم